ببارك للنادي الأهلي وجمير النادي الأهلي ومجلس صدرات النادي الأهلي على افتاح القناة ويعني حاجة بصراحة حاجة محترمة جدا وإحنا كالعيبة مبسوين جدا من اللي إحنا شوفناه ده فأتمنى التوفيق إن شاء الله للجميع الافتتاح كان رائع جدا ومجود كان كبير جدا لكابتان أحمد وبعدين كل الناس أشادت للعيبة وغير اللعيبة والجمهور والأعضاء على ما أعتقد أنتوا كعيبة سعداء أن تشوفوا قناة النادي الأهلي بعد الشكل الكبير أكيد طبعا في الشكة إحنا كالعيبة بتبقى حاجة بالنسبة لنا يعني حاجة حلوة جدا إن شايفين قناة النادي بتاعنا بالشكل الرائع ده فأكيد طبعا حاجة تبسطنا يعني وتبسط جمهيرنا المباراة اليوم بقى أننا يمكننا على مباراة الجونة وقبلها مباراة السموحة أنا أعرف إن كل اللعيبة عندها هدف واحد إن هي ترجع من جديد للفورما وتخش في الطب فورما سريعا بغض النظر عن عدد المباراة لكن النهاردة على معتقد جرعة تدريبية مكسفة وكان فيها التحامات استفادات كتير يا جيد أنا كابتنا حما تحول حطنا في الأجواء كده ولنا استفدتوا نهاردة من المباراة أكيد طبعا المطشاطة الودية دي بتعمل عشان الجهاز الفني بيطلع بأكبر مكاسب فيها اللعيبة كتيرة بتشارك يعني أكتر من 20 لعيب نهاردة مشاركين من 3 يام برضو مباراة سموحة نفس الكلام فأكيد طبعا الجهاز الفني بيقى شايف أن المباراة الودية لازم نلعب أكتر من مطشاط كتيرة عشان على الأقل نرجع للفورما اللي احنا كنا موجودين فيها كنا عليها طبعا الموضوع طبعا فيه فرق بين المطشاط الودية ومطشاط الرسمية بس على الأقل المطشاط الودية هيكون برضو فيه احتكاك لأن شاء الله احنا داخلنا على فترة صعبة نتمنى طبعا من ربنا سبحانه وتعالى أنه هو يوفقنا بإذن الى الفترة الجاية طبعا زي ما احنا شفنا